أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ عملية إحياء تقابلها عملية إماتة من الذي قام بعملية الإماتة في واقعنا الشيعي؟ عملية الإماتة بدأت منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين وجاءنا بتفسيره التبيان وصار أساسا للتفسير عند مراجع الشيعة وتفسير التبيان تفسير ناصبي بامتياز من هنا يمتدحه علماء الأزهر وكتبوا عنه المقالات من هنا يمتدحه مخالف أهل البيت تفسير ناصبي قذر بامتياز وجاءت بعد ذلك تفسير مراجع النجف القذرة الوسخة بقذاراتها الناصبية تترى إلى يومنا هذا فهذه عملية الإماتة التي قامت بها حوزة النجف قطعا المشكلة بدأت منذ اللحظات الأولى من الغيبة الكبرى لكن ما قبل حوزة النجف انطوى ضرره في زمانه المشكلة التي نعيشها الآن هي التي بدأت سنة 448 حينما أسس الطوس الشيعي نسبا من الجهة الاجتماعية والشافع والمعتزل روحا وفكرا وذوقا وعقيدة نحن شوافع صدقوني نحن شوافع ولكن من الدرجة الثانية حتى ما بينا خير صرنا شوافع من الدرجة الأولى حتى ما بينا خير نحن شوافع من الدرجة الثانية هذا الذي يردده الشيعة من أن الشوافع يشبهوننا أغبياء أغبياء نحن نشبه الشوافع الشوافع لا يشبهوننا هذه حكاية طويلة في الحقيقة ما نحن شيعة نحن شوافع نحن حالة مسخ ما بين الاعتزال والتشفع لأن الشوافع أشاعر وما هم بمعتزلة فالشوافع أشاعر نحن أخذنا من الأشاعرة أقبح ما عندهم وأخذنا من المعتزلة ومزجنا ذلك في مصهر شافعي ثم صبغنا ذلك بصبغة مزورة أخذناها من ثقافة أهل البيت هذا هو واقعنا ولذا لا نحن شيعة ولا نحن سنة نحن فاخرة لا دنيا ولا آخرة هذا هو واقعنا من الآخر وكل ذلك بسبب النجف النجف من هناك بدأ الطامتنا الكبرى من حوزة الطوس أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محي معالم الدين وأهله؟ هناك مميت يميت معالم الدين يميت العقيدة ويميت أهلها يميت أهلها إما بسفك دمائهم وإما بتدمير سمعتهم وإما بقطع الطريق عليهم أن يكونوا سببا في إحياء معالم الدين وهذا هو الذي يجري بالضبط في حوزة النجف منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى يومنا هذا ومن أقبح عصورها هذا العصر منذ أن صارت مرجعية النجف حاكمة على الشيعة دنيا ودين وتحديدا إنها مرجعية السستاني هي أبعد مرجعية عبر تأريخ النجف في منهجها عن منهج العترة الطاهرة هؤلاء هم الذين أماتوا كتاب الله لا أتحدث عن هذا الزمان أتحدث عن مراجع النجفي منذ زمان الطوسي حين عزلوا كتاب الله عن حديث آل الله أين المؤمل لإحياء كتاب الله وحدوده أين محي معالم الدين وأهله وبعد ذلك يقول الدعاء أين معز الأولياء ومذل الأعداء هناك أولياء إذن وهناك أعداء إذن هناك من هو حي إذن هناك من عنده الكتاب في حالة حياة إذن هناك من عنده معالم الدين حية من هو هذا الدعاء يخبرنا أيضا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هؤلاء هم الذين يحملون هذه العقيدة إنها العقيدة المضادة بدرجة مئة بالمئة لعقيدة التقصير أين مصادر عقيدة التقصير كتب مراجع النجف عودوا إلى كتبهم العقائدية إنها كتب التقصير هذه حقائق أنا لا أحدثكم عن خيال هذه حقائق على الأرض ابحثوا عنها بأنفسكم لا تصدقوني ليس مهما أن أكون صادقا أو أن أكون كاذبا ولكن تعاملوا معي مثل ما تتعاملون مع سائر القنوات الأخرى لا تصدقون كثيرا من كلامهم بل ربما تصدقون كل كلامهم أنا لا أقول لكم صدقوني ولكن ضعوا احتمالا لصدقي عاملوني دون ما تعاملون به القنوات الناصبية التي تصدقونها ضعوا احتمالا لصدق كلامي وابحثوا عن دينكم ابحثوا عن عقيدتكم شوفوا ذول السرابيت شوفوا ذول الأوباش شون سووا بكم ابحثوا عن عقيدتكم هذا هو واقعنا لن أحدثكم أكثر من ذلك لكنني أذكركم وأقرع أسماعكم بهذا القانون يوم يأتي بعض آيات ربك إنه يوم القائم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن تقول عند الظهور من أننا الآن عرفنا الحقيقة هذا الحج خرط الآية هكذا تقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ابحثوا عن الحقيقة الآن وجدوها بأنفسكم لا تصدقوا كلامي لكن لا أن تقولوا عند الظهور الشريف الآن تبين لنا أن هؤلاء الذين كانوا في النجف ضللونا وضحكوا علينا هذا الحج ما يفيد هذا قرآن وهذه روايات محمد وآل محمد وهذه زياراتهم قرأت عليكم الأحاديث والزيارات وأنتم حينما تقرؤون زيارة آل ياسين وتزورون إمام زمانكم ما أنتم تؤكدون هذه الحقيقة وأنتم تعرضون اعتقادكم بالرجعة من دون أن تعرفوا معناها ماذا أقول لكم تعرضون عقيدتكم بين يدي إمام زمانكم وأنتم لا تعرفون ماذا تقولون بالله عليكم غبران وثولان أنتم لولا شك تقولون غبران وثولان لولا من سواكم غبران وثولان ذلك الغبران والثولان اللي قاعدين بالنجف الغبران القابعون في النجف الغبران الذين يصعدون على المنابر ويملؤون رؤوسكم قذارة ومزبلة هؤلاء هم الذين فعلوا فيكم ما فعلوا أقرع مسامعكم بهذا القانون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ابحثوا عن العقيدة السليمة أو كسبت في إيمانها خيرا ابحثوا عن خدمتكم لإمام زمانكم إمامكم الصادق يقول لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي ماذا خدمتم من خدمة لإمام زمانكم ولو تفترضون أنفسكم أنكم قدمتم من خدمة طبقتم قدور الطعام مثلا ويألها من خدمة ويألها من خدمة عجيبة فوفقا لأي عقيدة للعقيدة التي أخذتمها من الخوئي أم من السيستاني أم من الوائلي من أي عقيدة ومن أي مصدر ومن أي كتاب هل أخذتم عقيدتكم من محمد وآل محمد هل بنيتم عقيدتكم وفقا لمضمون بيعة الغدير بحسب البيانات التي تقدمت في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا والمحاسبة الأساسية محاسبة عقائدية قبل أن تكون محاسبة في الأعمال الأعمال لا قيمة لها حتى لو كانت صحيحة إذا كانت العقيدة فاسدة بينما إذا كانت العقيدة سليمة فحتى لو كانت الأعمال ناقصة فإن العقيدة السليمة ستسد الخلل أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات هكذا نخاطب صاحب الزمان في زياراته أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات اجلسوا مع أنفسكم وتفكروا في هذه الآية الآية الثامنة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام ها هو شهر رمضان قد انتهى على الأقل في اللحظات الأخيرة من شهر رمضان اجلسوا مع أنفسكم وتدبروا في هذه الآية ماذا انتفعتم من شهر رمضان على الأقل تدبروا في هذه الآية ما نحن نقرأ في كل ليلة أعوذ بجلال وجهك الكريم من أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه قبل أن ينقضي شهر رمضان تدبروا فليلة العيد هي ملتصقة بشهر رمضان تدبروا في هذه الآية وشخصوا موقفكم أين أنتم من هذا القانون هل حققتم في أنفسكم العقيدة السليمة هل ما عندكم من عقيدة هي عقيدة سليمة من أين جئتم بها من غبران النجاف أنا أعطيكم ضمان من أنها ليست بعقيدة سليمة وحين أقول أعطيكم ضمانا بحكم الطلاعي بحكم هذه الحقائق التي أضعها بين أيديكم عودوا إلى المصادر الأصيلة والأمينة للعقيدة السليمة للعقيدة السليمة إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم تذكروا هذا القانون يوم يأتي بعض آيات ربك إنه صاحب الأمر إنه اليوم الأول من الأيام المحمدية إنه يوم قيام القائم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إننا منتظرون نحن ننتظر إمامنا على العقيدة السليمة وأنتم انتظروا إمامكم كما تدعون على عقائدكم الضالة وحينما سيأتي يوم الخلاص سيتطبق هذا القانون وحينئذ سيخسر من يخسر وسيفوز من يفوز نذهب إلى فاصل حين طلع الملائكة على برنامج الأيام المحمدية بعد أن اعترضوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إنها دماء محمد وآل محمد إنها دماء أوليائهم إنه دم الحسين الذي سكن في الخلط وقشعرت له أضلة العرش مع أضلة الخلائق الملائكة يتحدثون عن هذه الدماء فلما طلعوا على برنامج الأيام المحمدية على برنامج أيام الله فهناك يوم القائم وهناك يوم الرجعة وهناك يوم القيامة فاعتذروا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذه صورة في سورة غافر في الآية الحادية والخمسين بعد البسملة وما بعدها صورة تحدثنا عن مضامين ما جرى في ساحة تأسيس برنامج الخلافة وما جرى من حديث بين الله وملائكته الآية الحادية والخمسون بعد البسملة من سورة غافر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا أين في الحياة الدنيا هل نصر الرسل والأنبياء والأئمة هل نصر الذين آمنوا في الحياة الدنيا ما المراد من النصر النصر في أصله في اللغة في أصله ليس هو الفوز في الحروب النصر في أصله في اللغة أن المظلوم يأخذ حقه من ظالمه هذا هو النصر في أصله وبعد ذلك نقل المعنى إلى معنى الفوز في الحرب ولذا جاء في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح فهناك نصر وهناك فتح الفتح الغلب والنصر أن المظلوم يأخذ حقه من ظالمه إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر ما جاء في السورة إذا جاء نصر الله والفتح الفتح غلبة والنصر والنصر القيامة فهناك فهناك يأخذ المظلوم حقه من ظالمه ولكن في الحياة الدنيا متى تحقق هذا هذه من آيات الرجعة فإن الأنبياء سيعودون في عصر الرجعة العظيمة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا من أتباعهم الذين آمنوا من أوليائهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قطعا الرسل هم أشياع علي وآل علي والذين آمنوا هم من أشياع الرسل فهذا المعنى إذا انطبق على أشياع علي وآل علي كيف لا ينطبق عليهم أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسني ابن سليمان الحلي وهو كتاب سعد الأشعر في أصله وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة وصفحة الحادية والتسعون والحديث هو الستون وبسنده عن جميل بن دراج عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قلت له جميل بن دراج يقول لإمامنا الصادق قال قلت له قول الله عز وجل إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال ذلك والله في الرجعة أما علمت أن أنبياء الله كثيرا لم ينصروا في الدنيا وقتلوا والأئمة يشير إلى محمد وآل محمد والأئمة قد قتلوا وهذه العبارة تشير إلى إمامة فاطمة لأن فاطمة قد قتلت والأئمة قد قتلوا هم قالوا لنا من أن فاطمة قد قتلت وهذا التعبير بالأئمة يبدأ برسول الله إنها سلسلته الأئمة التي تبدأ بمحمد وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة والأئمة قد قتلوا ولم ينصروا فمتى يتحقق معنى النصر في الحياة الدنيا فذلك في الرجع أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى لاحظوا حينما أقرأ الرواية وأعود إلى الآية تشرق الشمس واضحة قارنوا بين هذا وبين الاخرط الذي في كتب مراجعكم قارنوا بين هذا وبين الاخرط الذي يتقيأ به خطباء المنبر ويلقونه في رؤوسكم جميل ابن دراج يقول قلت للصادق لإمامنا الصادق قول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال ذلك والله في الرجعة أما علمت أن أنبياء الله كثيرا لم ينصروا في الدنيا وقتلوا والأئمة قد قتلوا ولم ينصروا فذلك في الرجح إنا امتزج الضمير نا بإنا لتشديد وتأكيد المعنى وهذه اللام لام التوكيد إنا لا ننصر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ذلك في يوم القيامة اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد هذا المصطلح والعنوان خاص بيوم القيامة هذه آية من عشرات وعشرات وعشرات الآيات بنفس هذه الدلالة بنفس هذا الوضوح من الكتاب الكريم بحسب تفسيره وهؤلاء الغبران في النجف ينكرون هذه الحقائق القرآن يصرح بها والروايات تفسر الآيات وبيعة الغدير أخذت علينا أن نفسر القرآن بتفسيرهم وهؤلاء الغبران في النجف ينكرون هذه الحقائق تلومون ني إذا ما وصفتهم بالأغبياء والثولان والغبران لو لم تكن في الرجعة إلا هذه الآية ولم تكن في الروايات إلا هذه الرواية التي شرحت هذه الآية لكفانا ذلك فما بالكم وعشرات وعشرات عشرات من الآيات وبعضها أصرح من هذه الآية عودوا إلى برامجي ستطلعون على الكثير من هذه المضامين ويضاف إلى ذلك العشرات من الأدعية والزيارات التي نقرأها ونؤكد فيها اعتقادنا بالرجعة العظيمة وهناك مئات من الروايات والأحاديث فضلا عن الذي ضع من الأحاديث لكن بأيدينا إلى يومنا هذا مئات صدقوني مئات من النصوص في كتبنا وهؤلاء الثولان الأغبياء أنني أتحدث عن آيات الله العظمى من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيط ينكرون هذه الحقائق تلومونني بعد ذلك حينما أقول ما أقول عن هؤلاء ما هذا تكذيب صريح للقرآن الذي يكذب القرآن ماذا يحكمون هم به لو أن أحدا كذب آية من آيات القرآن تتحدث عن حكم شرعي لو أن أحدا كذب آية الخمس في سورة الأنفال وأنكرها واستهزأ بها وقال وقال إنها لا تساوي عندي فلسان لا تساوي عندي قلامة ضفر سيحكمون بارتداده سيحكمون بارتداده لأن تكذيبه لهذه الآية يستلزم تكذيب رسول الله وتكذيب رسول الله حتى لو كان استلزاما بالتلازم يحكمون على أساسه بالارتداد سلوهم سلوهم عن هذه الحقائق وهم يكذبون العشرات والعشرات والعشرات من آيات القرآن في عقيدة الرجعة العظيمة وليس بتفسيري ولا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير أغبياء النجف بتفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الخدير أنتم احكموا بأنفسكم وقولوا لي ماذا سأقول وكيف سأتعامل مع هؤلاء الأغبياء والغبران والثولان أليس هذا الذي أقوله هو من المديح ومن المديح العظيم لأصحاب السماحة من مراجعين الكرام لأنني إذا لم أخاطبهم بهذا الخطاب فلا بد أن أخاطبهم بالاحتمال الآخر وهو أنهم أعداء الله أنهم كفار مرتدون أنجاس أنا ما خاطبتهم بهذا الكلام ولا وصفتهم بهذه الأوصاف إنما وصفتهم بالأغبياء والثولان بالأوباش أوباش أو ليس بأوباش حينما ينكرون هذا الكم هائل من الآيات الواضحة ومن الروايات الصريحة في تفسيرها أنتم قولوا لي أمصيب أنا أم مخطئ نذهب إلى فاصل ربما سيضحكون عليكم ويقولون لكم من أن المرجع الفلاني يعتقد بالرجعة ويخرجون لكم كلاما من بعض كتبه إنه يتحدث عن رجعة بعض الأموات زمن القائم وهذه ما هي بعقيدة الرجعة التي يتحدث عنها القرآن القرآن يتحدث عن الرجعة العظيمة التي وصفت في أحاديثهم بأنها من عظائم الأمور لذا أصفها بالعظيمة حينما أصف الرجعة بالعظيمة هذا الوصف جئت به من كلماتهم هم وصفوا الرجعة من أنها من عظائم الأمور لذا أصف الرجعة بالرجعة العظيمة تمييزا لها عن رجعة لبعض الأموات زمان القائم تلك رجعة محدودة ترتبط بشؤون العصر القائمي هؤلاء المراجع الذين يتحدثون عن الرجعة في الكتب العقائدية الشيعية يتحدثون عن هذه عن عودة بعض الأموات زمان القائم وأنا لا أتحدث عن هذه إنني أتحدث عن الرجعة العظيمة التي لا يكتمل الاعتقاد بالدين إلا بالاعتقاد بها وعقيدتنا بنبوة محمد ستبقى مخرومة من دون الاعتقاد بدولته العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة فهناك تتحقق بعثته سنعيد بعد انتهاء حلقات موضوع إمامة فاطمة التي تبث على شاشة القمر في هذه الأيام سنعيد بث حلقات الرجعة وهي حلقات بعضها من برنامج الكتاب الناطق وبعضها من برنامج دليل المسافر وبعضها من برنامج زهرائيون في موسمه الثاني ومن برامج أخرى سنعيد بث هذه الحلقات في موضوع الرجعة لتسهيل الأمر عليكم لا أقول لكم أن تصدقوا كلامي تابعوا وابحثوا ودققوا كي تعرفوا عقيدتكم السليمة وميزوا بينما يعرضوا على شاشة القمر وبينما تأخذونه من فضائيات مراجع النجف وكربلا ميزوا ودققوا حتى تستطيع أن تصل إلى شاطئ الأمان ليس معي مع إمام زمانكم مع منابع عقيدتنا الآمنة مع قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومع حديثهم وأدعيتهم وزياراتهم التي تفهم بحسب قواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما بقي شيء بخاف في زماننا البث بث مباشر والشبكة العنكبوتية مبذولة للجميع والكتب في كل مكان في سوق الكتب وعلى الإنترنت بإمكانكم أن تصلوا إلى الحقيقة من دون أن تصنعوا عجلا بشريا لكم لا أنا ولا غيري بعيدا عن العجول وبعيدا عن الأصنام البشرية بعيدا عن الدخية والاستحمار احترموا عقولكم وابحثوا عن عقائدكم السليمة أعود إلى الآية الحادية والخمسين بعد البسملة من سورة غافر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الآية التي بعدها في نفس السياق في نفس الاتجاه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أين معز الأولياء ومذل الأعداء هذه الآية يمكن أن يتماهى فيها يوم قيام القائم أيضا كبقية الآيات التي مرت والآية صريحة في الرجعة وفي يوم القيامة فهناك نصر في الحياة الدنيا وهناك نصر يوم يقوم الأشهاد هذا مثال آخر من الأمثلة القرآنية التي حدثتكم عنها من تماهي الأيام الثلاثة فيما بينها في الثقافة القرآنية هذا هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رحمة الله عليه وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران إنه الباب الثامن عشر في صفحة الحادية والستين الحديث الثاني بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال تلى هذه الآية إمامنا الباقر ابتداء تلى الآية إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قرأ الآية إمامنا الباقر ثم علق قائلا قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما منهم من الذين تنطبق عليهم هذه الآية الحسين بن علي منهم ولم ينصر بعد لم يؤخذ حق ظلامته من ظالمه ولم ينصر بعد ثم قال والله لقد قتل قتلة الحسين قتلهم المختار وغير المختار وإن كان للمختار الفضل الأكبر رضوان الله تعالى عليه إنه الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي إذا أردتم أن تعرفوا أحوال المختار عودوا إلى برنامج المفصل حول هذه الشخصية الكريمة الفاضلة عنوان البرنامج الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي رضوان وشعابيب رحمة وصلوات على روحه الطاهرة الباقر يقرأ الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الباقر صلوات الله عليه يقول الحسين بن علي منهم من الذين قتلوا وظلموا النبي صلى الله عليه وآله يقول سيقتل الحسين قتلة لم يقتل بها أحد قتلة الحسين شيء آخر سيقتل الحسين قتلة لم لم يقتل بها أحد سلام على المغسل بدم الجراح صاحب الأمر هكذا يخاطبه في زيارة الناحية ونحن باتجاه ليلة العيد ومن أفضل أعمالها زيارة الحسين في ليلة العيد في يوم العيد سلام سلام على المغسل بدم الجراح سلام سلام على المجرع بكأسات الرماح سلام سلام على المضام المستباح سلام على شيبك الخضيب يا حسين سلام على خدك التريب سلام على بدنك السليب سلام سلام على ثغرك المقروع بالقضيب فقال الباقر الحسين بن علي منهم ولم ينصر بعد ثم قال والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعد عيوننا إلى الحجاز أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين طالب بدم المقتول بكربلاء بني أمية إن ثارت كلابكم بني أمية إن ثارت كلابكم فإن للثار ليثا من بني مضري والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعد إنه يوم القائم وإنه يوم الرجعة ماذا تقرؤون في الدعاء الذي روي عن إمامنا الحسن العسكري ألا لعنة على منهج حوزة النجف ولا تلاحظون الآيات والأحاديث والروايات والزيارات ألا تلاحظونها أنها تجتمع في لوحة واحدة جميلة متناسقة متكاملة ألا لعنة على منهج مراجع النجف الذين دمروا لنا هذه الثقافة وهذه العقائد ورجعوا بنا إلى سقيفة بني ساعدة سود الله وجوههم وباعد فيما بيننا وبينهم وباعد فيما بيننا وبين عقائدهم الضالة وتفاسيرهم القذرة هذا هو مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان إنه يوم ولادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه والدعاء مروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم إلى أن يقول الدعاء وهو يتحدث عن الحسين صلوات الله عليه قتيل العبرة ومن غيره قتيل العبارات قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة متى يوم الكرة في يوم الرجعة هذا هو التماهي ما بين أيام محمد ما بين أيام الله ما بين يوم القيام ويوم الرجعة ويوم القيام حسين قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة متى يا حسين يوم الكرة ثم ماذا يقول الدعاء المعوض من قتله وقارنوا بين ما يقوله أغبياء النجف من أن الأمة قد اهتدت بعد عاشورا ومن أن قيمة دماء الحسين في هداية الأمة بعد عاشورا لاحظوا ما هي قيمة دماء الحسين عند الله ما هي ها هو العسكري يحدثنا بعيدا عن قذارة أغبياء النجف والمعوض ما أنا قلت لكم أنتم تقرؤون الحسين قراءة خاطئة وفقا لثولان النجف ووعدتكم أن أحاول أن أعيد قراءة الحسين في مجموعة من حلقات هذا البرنامج في قادم الأيام إن بقينا أحياء أن نعيد قراءته وفقا لمنطق العترة الطاهرة هذا جزء من هذا المنطق والمعوض من قتله ماذا كان العوض لدم حسين والمعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته في الرجعة قلت لكم هي رجعة هي كرة هي أوبة هي دولة وكل عنوان له دلالته الممدود بالنصرة يوم الكرة والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته إنها رجعتهم جميعا هذه هي الرجعة العظيمة كل هذا عوضا عن دم الحسين هذه القراءة الحقيقية للحسين وليس هذا الهراء الذي يتحدث به الوائلي وليس هذا الهراء الذي يصدره سنويا مراجع النجف في بياناتهم أيام شهر محرام وليس هو الذي كتبه محمد باقر الصدر وتلامذته وأبناء مدرسته في كتبهم ولا هو الذي يتحدث عنه الدعاة في حزب الدعوة أو الشرازيون في منظمة العمل الإسلامي أو 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 الحسين الذي يجب أن نقرأه بقراءة زهرائية مهدوية هو هذا هذه لمحات من حسين فاطمة أما الذي عندكم فذلك حسين سيد قطب ذلك ما هو بحسين آل محمد إنه حسين آل قطب إنه حسين آل الثولان في النجف حسين آل محمد هو هذا عودوا بأنفسكم وقرأوا الدعاء في مفاتيح الجنان أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان عودوا إلى أعمال اليوم الثالث من شعبان وقرأوا الدعاء المروية عن إمامنا الحسن العسكري قتيل العبر يا حسين وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة والمعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته في رجعته الكرة هي الرجعة في مرحلة القتال والأوبة هي الرجعة في مرحلة الأمان والسلام فهناك حروب في الرجعة فعينما نتحدث عن الكرة إنها الرجعة في مرحلة الحرب وعينما نتحدث عن الأوبة إنها الرجعة في مرحلة السلام والأمن حكاية طويلة وبرنامج طويل يتحقق نصر الحسين متى يتحقق نصر الحسين ما قرأنا قبل قليل في كامل الزيارات إمامنا الباقر ماذا قال من أن قتلة الحسين قد قتلوا ولكن لم يطلب بدمه بعد لماذا لأن الطلب بدمه مقدماته في يوم الظهور يوم الظهور مقدمة للطلب بدمه الطلب بدمه وتحقيق مشروعه سيكون في مرحلة الرجعة والمعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم بعد العصر القائم تلاحظون أنني حين أستعمل المصطلحات إنما أشتقها من كلماتهم فالدعاء يتحدث عن قائمهم عن عصرهم القائم والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار متى في مرحلة الرجعة في مستوى الكرة لا في مستوى الأوبة حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرض الجبار ويكون خير أنصار من هم الأئمة لمن يكون خير أنصار ويكون خير أنصار لمحمد في الدولة المحمدية العظمى دققوا النظر في العبائر يكون خير أنصار هم المعصومون جميعا الحديث هنا عن الأوصياء المعصومين والأوصياء من عترته من عترة الحسين بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرض الجبار ويكون في آخر الأمر خير أنصار لمن لمحمد في دولته العظمى هذه ثقافة العترة قارنوا بين ثقافتكم التي أخذتموها من أوباش النجف من هؤلاء الحمير الذين يصعدون المنابر في حسينياتكم وقارنوا بين هذه الثقافة العطرة المطهرة وهذا الأمر ينتشر في كل القرآن المفسر بتفسيرهم في كل زياراتهم في كل أحاديثهم عودوا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة ستجدون هذه الحقائق واضحة جلية ما عندي وقت وإلا لأخرجتها لكم لكن بإمكانكم أن تعودوا إلى برامج الكثيرة التي شحنتها بهذه الحقائق بالأدلة والوثائق فماذا سأصنع لكم بعد هذا نذهب إلى فاصل برنامج دليل المسافر من البرامج التي قدمتها على هذه الشاشة وإذا ما وجدنا وقتا مناسبا سنعيد بثه لكنني أريد أن أعرفكم بهذا البرنامج لصلته بالموضوع الذي نتحدث به فبرنامج دليل المسافر له صلة مباشرة بعقيدتنا وبحديثنا عن الأيام المحمدية عن أيام الله هذا البرنامج يتكون يتكون من 66 حلقة 66 حلقة بدأ بثه وبطريقة البث المباشر كعادة في برامج يوم يوم الثلاثاء الأول من شهر رمضان سنة 1440 للهجرة الموافق 7-5-2019 ميلادي طول البرنامج 165 ساعة و ثلاث دقائق 165 ساعة وثلاث دقائق في 66 حلقة عنوان البرنامج دليل المسافر إنه المسافر الذي يسافر من عالم التراب حتى يصل إلى لقاء الله في جنانه هناك محطات عشرة تحدثت عنها في هذا البرنامج أولا محطة الاحتضار ثانيا محطة زهوق الروح ثالثا محطة هول المطلع رابعا محطة القبر وتشتمل على وحشة القبر ضغطة القبر مساءلة القبر البرزخ والحديث عن البرزخ حديث وسيع خامسا محطة الرجعة سادسا محطة أشراط الساعة وتشتمل على دابة الأرض ظهور أقوام يأجوج ومأجوج سابعا محطة نفخ الصور ثامنا محطة المحشر تاسعا محطة القيامة الكبرى وتشتمل على المواقف التالية الموقف الأول حينما ينادى على الناس من غير أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء أمهاتهم وينادى على أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء آبائهم إنها فلترة وتصفية وفقا لقانون الأصلاب وقانون الطينة الموقف الثاني تصنيف الناس وفقا للأئمة الذين يأتمون بهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم الموقف الثالث مساءلة الرسل إنها مساءلة الأمم المساءلة الأممية في يوم القيامة الموقف الرابع الحساب إنها المساءلة الفردية الشخصية الموقف الخامس نشر صحف الأعمال وشهادة الأبدان انطاق الجوارح حينما تنطق جوارحنا هناك الموقف السادس الميزان إنه الميزان القصط إنه الميزان الحق موازين العدالة الحقيقية المطلقة الموقف السابع الصراط إنه أخطر موقف الموقف الثامن الحوض المحمدي العلوي حوض الكوثر الموقف التاسع الشفاعة المحمدية العلوية العظمى الموقف العاشر الأعراف وعالم الأعراف عالم مفصل الموقف الحادي عشر الوسيلة المحمدية العلوية إنها منزلة من منازل محمد وعلي في مواقف يوم القيامة الموقف الثاني عشر لواء الحمد اللواء المحمدي العلوي أما المحطة الأخيرة وهي المحطة العاشرة محطة العاقبة إنها محطة المصير حيث يذهب أهل الجنان إلى جنانهم وتغلق الأبواب ويذهب أهل النيران إلى نيرانهم وتغلق الأبواب ويرتفع النداء العلوي يا أهل الجنان خلود خلوت ويا أهل النيران خلود خلوت ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدرة كيف النار تكويني يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران هذا هو تمام الحديث في الشأن الخامس من شؤون النبوة الخاتمة إنها الأيام المحمدية أيام الله الأيام المحمدية العلوية الفاطمية المهدوية يوم القائم يوم الرجعة يوم القيامة الكبرى في ص crimin اشتركوا في القناة وانصرانا كبيره فانصرانا تنبما